لا تبقي ولا تذر هكذا سرقت ميليشا الحوثية الجميع نهبت الأرض وثرواتها وسرقت الناس والمؤسسات العامة والخاصة تحت إغراء الصمت الاجتماعي ورضوخ مختلف الفئات الشعبية في المدن والقرى صمت لا يعني موت الشعب بكل أطيافه إيزاء عصابة سلالية حوثية نهبت كل شيء في متناولها وضمن مناطق سيطرتها لتبني ثروات الإرهابي الحوثي وأسرته وبعض الأسر السلالية المتورطة معه في حربهم الغاشمة على الشعب وما تزال الميليشيا تمارس آلاف السرقات والنهب والبص على الأراضي والممتلكات كل يوم بتحفز وتوجس من انفجار اجتماعي شامل طال انتظاره وضعت الميليشيا يدها على الاحتياطات النقدية للبلاد أكثر من أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار واستولت على ودائع المؤسسات والحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي كما صادرت ودائع لأشخاص بما يزيد عن مليار وسبعمائة مليون دولار وأكثر من مليار دولار من الأصول والممتلكات الخاصة في مخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية وفقا لتقارير مستقلة خلال شهور فقط منذ آبريل الماضي استولت الميليشيا على أكثر من 250 مليار ريال إيرادات موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة فضلا عن تريليونات الريالات المحصلة من الجبايات والخدمات العامة كل تلك الأموال الطائلة والثروات يتم تكديس هاج الحوثي وأسرته وأزلام عصابته العنصرية في حين يتفش الفقر وتتوسع رقعة المجاعة في أوساط الشعب اليمنية لمجرد أن اللصوص يظنون أنفسهم آلهة وعامة الشعب عبيدا لهم فقر ومجاعة وإرهاب وعمل قصري دون مرتبات وضع تعيشه اليمن وحدها خصوصا مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ولا مثيل له في عصر نراهن وهو وضع يتفاقم لسبب واحد فقط وهو أن الناس لم يقرروا وبشكل جماعي كسر جدار الخوف وإشعال ثورة شعبية عارمة في صنعاء تطيح بالميليشيا التي بات معظم أعضائها في حالة من التذمر والغليان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر